اهلا بحضراتكم من جديد والموضوعات ونقولش معنا الموضوع ده يعني احنا ما عندناش موضوعات وين الموضوعات خلصت فمسألة انها الاعمال الأدبية تحول لأعمال درامية وسينمائية وحياناها بتبقى بتناسب العصر وكأنه الكاتب عايش معانا بخياله احياء هذه القصص الأدبية وانها تحول لأعمال درامية وسينمائية اعتقد انه شيء مهم جدا وناجح ولما بندخل الأعمال دي في السينما على قد انبهارنا بالفيلم وعلى قد ما الناس بتبقى دخلة اريا الرواية وحباها ويعني اصحاب الكتب بيبقوا معتزين بالكتاب وبيبقوا شايفين انه دايما الرواية احلى بس برضو بيبقوا فرحانين جدا بالأعمال الدرامية والسينمائية دي السؤال اللي حقيقة المهم جدا انه ازاي الكتب دي قدرت انها تعيش وتتزمن مع الحياة اللي احنا عايشينها دي وكأنها بتتنبأ بكل حاجة بتحصل في المستقبل وبتقدم صورة واقعية عن كل شيء بنعيش ازاي الدراما المستوحية من الأدب تقدر تقول انه الكتاب ما بيموتش بيقدر يعيش ويتعايش مع كل العصور وده يمكن سؤال ان شاء الله نتراحه على ديوفنا اللي بيناورونا النهاردة في الستوديو ونفتح معاهم النقاش أستاذ خالد محمود الناقد الفني وأستاذ دعاء حلمي الناقد الفني اهلا بحضرتكم اهلا بيك أستاذ أستاذ الدعاء قبلها مع حضرتكم ازاي ممكن يتم معالجة نص أدبي لعمل درامي في حكايات بين الأبطال من غير ما أمست الحبكة اللي بتبقى موجودة في زهن المؤلف وحتى القارئ اللي كمان أرى الرواية وحيشوف العمل السينمائي أو الدرامي اللي يخص نفس الرواية لان دايما الكاتب المفروض اللي هو العين التانية اللي نحن دايما بنقول عليها القيمة المضافة للاي عمل اللي هو هينقلها لوسيط آخر مختلف تماما عن فكرة الورق والخيال وانه هو يتعامل أكتر مع خيال القارئ لكن السينما انت شايف حاجة مجسدة فبالتالي اللي أقدر انقل بقى للوسيط دا لازم أراعي مفردته أراعي فكرة ان الرواية دا من مؤتمدة على الوصف مؤتمدة زي ما قلنا على الخيال مؤتمدة على حرية الكاتب ان هو ينطلق زي ما هو عايز هنا بقى دور العين التانية اللي هتيجي تنقلي الوسيط دا الوسيط مختلف تماما ان هي زي ما حاك قلت ان هي أحافظ على الحبكة حافظ على المدارة الرئيسية أحافظ على البداية والوسط والنهاية ولو ان النهاية غالبا بيتعمل لها أبديتين كده زي دوع الكروان ان هي كانت مختلفة تماما فبالتالي وممكن ألعب في الشخصيات بس مش الحدود الرئيسية للكاركتر بتاعي ما قدرش ألعب في حدود غير المسموح لي ما قدرش أحوله الشخص شرير لكن أقدر ألعب الأحداث نفسها هي اللي جوه اللي تبرز الموضوع وتبينه أكتر وفكرة ان أنا كمان ان أنا في شخصيات تتأدي العمل دا فبالتالي ما اعتمدش على الوصف لأنا اعتمد على مواقف وأحداث هي اللي تبيني الكاركتر دا دا غالبا بيحصل وده اللي دايما الواحد بيشجع فكرة ان انت تلجأي للرواية لأن الرواية عشان فيه عين تاني هتشوف الموضوع فيه كمان الموضوع محسوم وممسوك وعارفة فين أوله من آخره لكن غالبية كتابنا يعني بيبقى الموضوع عشان فكرة السوق وعشان فكرة يلا بينا ندخل الستوديو يلا بينا نتفاجئنا ان شهر رمضان داخل فبنلاقي الحكاية لا مش باين البداية والوسط والنهاية حتى بالنسبة لممسرين ممسرين كتير جدا بيبتدوا تصوير حلقاتهم ويبقوا مش عارفين عدد الحلقات اللي هيمثلوها كام طب هو دوره عبارة عن ايه طب تطور الشخصية اخبارها ايه فده كان بيخل دايما بالعمالية الابداعية طيب أستاذ خالح حدريك شايف ازاي الروايات والاختيار للأعمال الأدبية اللي تترجم لأعمال درامية وسينمائية هل كل الأعمال الأدبية تصلح؟ هل بيبقى فيه ملامح معينة للأعمال الأدبية اللي تصلح انها تترجم من أعمال درامية وسينمائية أولا ده بيرجع لي اللي عنده رغبة ان نحول رواية لفيلم سينمائي لثقافة المخرج وهدف وحلم المنتج ازاي يحط ايديهم على رواية تقدر تحقق نموذج فيلم سينمائي قوي وكبير ويظل في التاريخ ويترك تأثيره أيضا على المشاهد وانا اعتقد ان السينما المصرية سنوات مجدها هي حجبة الأفلام اللي اتعاملت عن أعمال رواية وكذلك الرواية استفادت من من السينما اعتقد انه كان من الزكاء جيل الستينات والسبعينات وحتى التمانينات انه هما يلجأوا لي روايات مهمة ويحاولوها الأفلام سينمائية هذه النوعية من الأفلام بتبقى مكتملة الأركان أبطالها من لحم ودم عايشين دايما بيتقال انه المشكلة في أزمة السيناريو المشكلة في أزمة الأفكار هنا الرواية بتحل هذه المعضلة ولكن مين اللي هيقدر يحول الرواية دي لعمل سينمائي ازاي هيختار البطل بتاعه ويحافظ عليه ايه التحديات في الموضوع ده يعني ايه اللي بيخوف في الموضوع ده بيخوف الصناع منه بصي فكرة الصناعة اختلف الفكرة الاستهلاكي ضد أي قيمة إبداعية تستمر عينك على شباك التذاكر بس ده بيخرج من جواكي ان انت ازاي تعملي عمل عمل كبير فيه احساس عامل بتتعامل اعمال ما شفنا ما وراء الطبيعة مثلا حق نجاح كبير جدا طبعا ما هو ده بقى بيرجع ليه ثقافة المخرج وإرادته وازاي يقطحم عالم جديد هو يقدر يتعامل معاه يعني كانت جرأة من مخرجين كتير او يتعاملوا مع روايات في بداية اعمالهم حتى في بداية صلاحة بوسيف لما اتعامل مع روايات نجيب محفوظ مثلا هل انت تقدري لما تشوفي بداية ونهاية انت فيه مشهد انت مش عارفها ومش حبها ومش متعطفة معها وشوفي مجموعة الأبطال اللي موجودين وشوفي العوالم كنت لسه عرضة في التقرير اللي سوى الكلاب من أعظم أدوار شكر سرحان ومن أعظم الأعمال اللي اتعاملت قصد أقول انه لما تشتغلي على الرواية صح بتقدمي بطل بشكل حقيقي وبحق نجومية للشخصية اللي بتمثل الدور بتطرحي أدبك وبتطرحي مجتمعك وبتطرحي كيانك وبتطرحي أفكار وانتي قلت نقطة جميلة اوه في البداية ازاي الأفكار دي عايشة الأديب او الرواية الخالدة هي اللي ممكن تتجاوز المكان والزمان وتفضل تعيش معاك وهذه الشخصات ممكن تقابليها بعد عشر سنين وعشرين سنة ومئة سنة إنما الاختيار هو المهم مخرجين الجدد كتير منهم بيخاف من يتعامل مع الرواية لأنه فيه محتاجة إنتاج كبير ومحتاجة ممثلين يقدروا ينسوا إنه هو عايز يظهر بالشكل الفلاني عشان يغازل شباك التذاكر يعني أنا عاوز أقول إنه مثلا جيل الكوميديا مثلا ما لجأش إنه يغير من نظريته لتاريخه ولشغله ولشخصياته ويتعامل مع رواية أدبية أو يتعامل مع فيلم حقيقي وجد لما شوفنا ديكابريو اللي كان بيتعامل على إنه روميو في الأفلام لما بترى يفكر ويغير من الشخصيات خد الأسكار يعني عاوز أقول إنه على نجمنا إنه غيروا ثقافتهم ويغيروا نظرتهم ويحطوا نقطة كلا على الحروف كيف أصنع تاريخ جزء من التاريخ ده إنه يقدم فيلم فيه قيمة وفكرة وموضوع ويقدر يتوحد فيه مع نمازج من الواقع والشعبي وده متوفر في الرواية استحالة تلاقي فيلم حتى الروايتين اللي عملهم عطف الطيب في فترة حديثة لأسامة عمروكاشا كتيبة الإعدام مثلا ما هو بيحمل أفكار أنت أنت بتحربي من يستغلك من يستغل وطنيتك من يتاجر بهوية هذا الشعب ويبيعوا الأطراف أخرى الفكرة دي هتلاقيها موجودة على مدار العصور فأقصد أقول عطف طيب كان زكي أنه لجأ للرواية في شغله كتير من جيل عطف لجأوا للرواية في شغلهم ما بعد هذا الجيل فصل وعمل عزلة بين الأفكار وبين الأفلام اللي قدموها وبين الرواية وبالتالي ما كانش عندنا كتير قوي من الأفلام اللي ذات قيمة فيه موضوحها وفيه فكرها وفيه أطرحتها وبالتالي بعدنا عن المهرجانات الكبيرة ما قدرناش ننافس ما قدرناش نوصل يعني إيه أقدم فيلم كوميدي فانتازي أنافس بي على الأوسكار يعني حضرتك بتشعوري بغيرة كبيرة السينما المصرية كتليها قيمتها الكبيرة جزء من هذه القيمة هي العلاقة بينها وبين الرواية صحيح أستاذ دعوة إذا أروح لك في مسألة تحديات مسألة تحويل الأعمال الأدبية لأعمال درامية وسينماية هل التحديات في استقبال الجمهور لي قاموا التحدي في الصناعة نفسها بالعكس إحنا أنجح الأفلام يعني فيه اللازرق كان عن رواية فبالتالي النجاح نجاح كبير موراق الطبيعة زي ما حاجز ذكرتي وغرفة 707 الاثنين ما تقدموش غير بعد وفاة أحمد خاري التوفيق برغم الراجل كان موجود طول الوقت وكان محاق نجاح كبير جدا بس لما لجأوا لهم الصناعة ضمنوا النجاح فهي الفكرة كلها أنه فين المنتج اللي يجازف بحاجة زي كده ثانيا طول ما النجمة بيقراش رواية ما فيش حاجة هتنتج لأن للأسف منظومة النجمة اللي هي ماشية عندنا بالعكس إحنا المفروض الحصان بينطلق العمل الفني ينطلق وبعدين يركب في العربية اللي وراء يركب اللي يركب لأنه مش فارقة معايا مين البطل أو مين النجم لكن طول ما العربية بنحطها قدام الحصان النجم هو المتصدر النجم هو اللي بيجيب الكرو النجم هو اللي بيتحمس لفكرة أن هو عشان هيطلع فيها بيضرب خمسمية أو البنت هتطلع بتركب طيارة خاصة طول ما احنا بنتكلم في كلشيهات ونمط استهلاكي لأن للأسف برضو وانت نجومك زمان كانوا مثقفين ازاي كانوا بيقروا المين كانوا متربين على ايد مين ما هي يعني كل قناق ينضح بما فيه فكرة أن طالما النجم دوت متكلف دماغه متكلفة بيقرأ موسوع الثقافة زي نور الشريف كنت رسا هقولك كل ما باعد ويجي للحظ ان اقعد مع نجم اشتغل مع فنان الكبير نور الشريف ويقولك ما كانش في البروفوت بيسيب الكتب منه لا خالص دي جملة سبعتها من الناس كلها ده حقيق فبالتالي انت الاوتبوت او المستخرج من الفنان النجم ده اكيد هيبقى على قد قيمته لكن انت النهاردة انت عندك فقر كبير في الفنانين بمعنى ان للأسف فيه محدودية لأغلبهم في الحكاية ان مهتمين بالشو والمظاهر اكتر بكتير من فكرة ان انا ده بقى رأيت اقدم عمل عمل ازاي فبالتالي طول ما من النجم ما بيقراش الروايات احنا مش هنقدم روايات طب انت قلت فيل الأزرق نجاح كبير زي الفيل الأزرق ما يشجعش ان احنا نعمل افلام شبه دي تاني واحمد خالد توفيق كتبه الاكثر ما بيع شبه جيله كمان شبه جيله يعني هو يعني انت طرحت نقطة مهمة قوي انه ليه نجح فيل الأزرق ولين نجح روايات احمد خالد توفيق لانها شبه جيلها وبيخاطب الجيل اللي موجود الحادي وده مؤشر كويس انه ممكن الأفلام اللي امتاخد عن روايات تنجح لو توظفت صح ولو قد افكارها افكار معصرة يعني الجمهور زوقه بيختلف من وقت للتاني مش هقدر يقدم له السلسية دلوقتي مثلا ولو انها من الاعمال الخالدة لكن هو هشوف الكاراكتر هشوف اللبس هشوف التصرفات ممكن ميمشيش مع موده وتطور فكره والآخر انما قدر احمد مراد وقدر احمد خالد توفيق ان هما يخطبوا هذا الجيل وبالتالي رواياتهم مش بس حققت مبيعات فيه ككتب لكن ونكحت لكن هي نكحت بابهار كبير وانتاج زي ما انت قلت يتغلبوا عليه ساخي وان كان تأثيرها تأثيرها في وجدان السينما المصرية وتاريخها مش زي الافلام اللي قدمت عن روايات لكبار اللي ده بقى في عصور سابقة يعني انا عاوز كمان اشير لي الاسكندراني مثلا يعني انا محسيتش ان ده متاخد عن رواية يعني الفيلم معظم اكشن معظم افهات طبعا في مورال كويس ان احنا يعني الاصالة محدش يقدر يهدها ولا يهدمها واسكندرية هتبقى اصيلة ولاخر لكن هو غازل السوق يعني محسيتش انه الفيلم ده وراه فكر وجملة وسماء انا وراكش وانكنت طبعا في مكاسب اخرى اللي هو قدميننا يعني احمد العاودي دخل مرحلة اخرى بانه يقدر يتحمل مسؤولية بطولة سينمائية ولاخره بس انا حاسس برضو انه في هذا العام الرغم انه متاخد عن عمل ادبي لانه برضو ما كانش فيه العمق المنتظر لفيلم متاخد عن رؤية ادبية او يمكن انا عندي الرصيد الاديم والتراث موجود عمال بيطاردن طول الوقت ان انا لما هشوف عمل عن فيلم ادبي على طول هرجع بالذاكرة هشوفه ازاي فالكتاب الجدد كتاب موهوبين جدا في الرواية مش في السينما نقدر نستفيد بافكارهم ونحولها الافلام لان نفس السينما المصرية ترجع تاني تبقى زو قيمة اكتر من 43 فيلم تقدموا في 23 ما قدرتش اقفى في غير عندي نموذج او اتنين وحتى النموذج او اتنين اللي هو زي وش فوش او فوي فوي ما قدروش نفسه في منافسات كبيرة برا وتغلبت علينا المغرب وتونس وإلى اخر ارجو ان هما زي مدعاء فوي اعتقد خرج من المنافسة خرج من المنافسة وكان لازم ما يخشش بصي انا شعرت بالغيرة شوية ولو انا شفت الفيلمين برا مصر اللي هو الفيلم التونسي بنات الفى والمغربي كتبه ابيض فيلمين معمولين كويس قوي وعلى فكرة الاتنين ماشيين في مود وصائقي يعني الاتنين دي تجربة ذاتية هي وعليت بنات الفى اعتقد الارهاب ومتصص بس تجربة ذاتية الستة بتحكي عن بنتينها اللي اتخذه في طيار الارهاب والتاني كتبه ابيض لأسماء المدير المغربي بترجع لعائلتها وتسجل معهم وبالتالي التسجيل ده بيرصد واقع وطن في خلال حجبة من السنوات اقصد اقول انا حسيت بالغيرة انه السينما المصرية بهذا الكم اللي بترى انت عش تاني ما قدرناش نعمل افلام فيها العمق وفيها القضية وفيها الفكرة وفيها البساطة وفيها الفن اللي نقدر نتحط فيه في المحافل الدولية ونقاد العالم يكتبوا علينا طيب سيد دعاء شايفة ده يرجع لإيه ليه ما قدرناش نقدم فيلم ينافس وحك حتى شايفة ان الفوي كان يعني يصلحش انه ينافس ده هاي لان احنا للأسف طول ما احنا فكرة منظومة الانتاج اللي شغالة بالشكل دو بتفكرة ان انا عايز انزل الثاني بس اخد اتنين جنيه واروح اوزعهم برا فيغطيلي التكلفة فبالتالي انا مش ببص الاعمق من كده ما يهمنيش كمنتج انا ما يهمنيش انا عايز احق الهامش بتاعي وخلاص كده سلام عليكم فبالتالي انت عندك الازمة كمان في فكرة النجم اللي بيبقى مستحوز على الحكاية بس انا شايفة في تجارب شبابية جيدة جدا انا شايفة انا متفقلة جدا لان بدأ يحصل ترنين بوينت الشباب اللي مطلعين على المنصات اللي برا لان لو هتلاحظي ان المسلسلات الخليجية واللبنانية الفترة اللي فاتت دي في حالة تطور شديد جدا لان هم فكرة ان هم عارفين ايه اللي بيحصل برا وابديتينج جدا باللي بيحصل فعشان كده على مستوى الصورة وعلى مستوى المحتوى كمان بقى السقف مرفوع بشكل كبير جدا هنا في مصر كمان في مجموعة من الشباب عجبني جدا السنة اللي فاتت فيلم اسمه خمس جوالات ما حقدش حظه في الارادات بس عجبني فكرة ان هو من شباب صغير والفكرة حلوة وفيها تطور وفيها فكرة تشجيع على السعي والشقة وانك ما تيقسي لا انا شايفة ان شبابنا اليومين دول ودلوقتي مثلا نازل فيلم برضو بسيط اسمه كارت شحن بس فيه فكرة حلوة لا انت فيه امل لان المنظومة كلها بتختلف الجمهور ما بقاش عايز لشكل الكليشيه التقليدي الجمهور عايز يروح للمحتوى الجيد بدليل ان انت بتلاقي ممكن يبقى مسلسل برة بالتبعية وانت متعرفيش مين ابطاله ومين اي حكايته ولا اي حاجة بس كسر الدنيا على المستوى العالمي عشان فكرة المحتوى الجيد لو ما اهتمناش اكتر من كده بفكرة المحتوى اللي يعيش لان احنا طول الوقت احنا بنتكلم على الافلام القديمة مش عشان صورتها حلوة يعني ساعات كتير كنا بنشوف مسلسلات في التمارينات نقول يا انا هرى بيتم صورين في قوضة يعني مش ممكن واللوكيشنز تحسن هو فقير وبسيط والحقبة التاريخية ممكن تلاقيهم فإذا الصورة ما ينفعش نفضل نهتم بيها كده دايما بقول انت الموبايل بقى بيقدم صورة جيدة جدا فبالتالي كل ما مخرج يجي يقول لي طب ما انا عامل صورة هيلة ما اضفتريش حاجة لان الموبايل بيقدم صورة جيدة جدا والاطفال الصغيرين بيعرفوا يمنتجوا وبيعرفوا يطلعوا فيديوز على تيك توك فبالتالي ده مش اوبشن الابشن الحقيقي هو بقاء المحتوى شايفة ان البطل هو المحتوى المحتوى فقط يجي بعد كده التمثيل يجي بعد كده الإخراج يجي بعد كده اي حاجة لكن البطل الحقيقي هو انت عايز تقول ايه امتى فين ازاي هو ده موضوعك فنتعشم ان يبقى الشباب هم اللي عليهم العبء القادم وانا شايف انهم يقدم مسؤولية طب احنا ناخد احد الشباب على التليفون الاعلامية نسرين عكاشة ابنة الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة مسألة خير عليك وكل سنة وانت طيبة يعني مسألة تناول الاعمال الأدبية دي جايين في بيتها بقى في الأعمال الدرامية والسينمائية اهلا بيك مسألة خير مسألة خير اهلا بيك هدير مبسوطة انا معايك كل سنة وانت طيبة وشايف الموضوع ده ازاي دلوقتي تناول الاعمال الأدبية دراميا وسينمائيا بصي يعني احنا بندور على وجود محتوى محترم بأي شكل لسه دعاء كانت بتقول كده ولسه كلنا منتكلم على فيلم الاسكندراني تحية طبعا لكذا دعاء يعني هي فكرة انه احنا محتاجين وبندور وعندنا مشكلة في الفكر أساسا فلو هو ده الحل المبدائي ان احنا نبدأ ننتبه للفكرة دي يبقى في انتباه لفكرة انه الفكرة عندك هو الأساس فلازم تبقى حاطة البيض الأساس بتاعك محترم وقوي وفيه سالة حقيقية بتقدمها مش شرط تكون بدرجة عمق فضيعة قدمها على الاقل بتقدم سالة محترمة ولو ده هيحصل من خلال تحويل الرواية او انتاج روايات يعني وتنفيذها ليه لأ ما فيش مشكلة يعني يمكن يكون ده انا باخدها كده دايما بقول وكأنه نوع من التدريب على تقديم الفكر المحترم وكأننا بنتدرب فأنا شايفة نوزيم هي بتبقى فترات دايرة بتلف في فترة ضعف في حاجات معينة بنبدأ ندور بعدها مرحلة ندور على الحل ايه بنقعد شوية بندور على الحل لغاية ما نوصل نحط اقدين على بعض الحلول عشان نقبل نرجع تاني النفس النقطة اللي كنا فيها وقفين عند مستوى قوي جدا ومستوى اتقال عليه احنا في الرياضة يعني احنا بنقود فأتمنى ان تكون لو زيد طريقة او طريقة من الطرق ياريت عايزين نرجع تاني رواك اخر الاعمال اللي انت شفتيها مأخوذة عن اعمال ادبية ولفتت نظرك وتفرجتي عليها كانت ايه سواء في السينما سواء في الدراما يعني انا لسه كنا متكلم عن موراق الطبيعة مذاكرات زوج الحاجات دي تفرجتي على حاجة في الحاجات دي يعني انا عايزة اقولك على حاجة ان انا ممكن يكون تي حاجات بعدها كانت حلوة برضو بس انا اول حاجة جات على بالي وانتي بتقولي دلوقتي واحد الغروب واحد الغروب كان عمل محترم وحتى لو هو ما تشافش من جانب بعض الفئات بشكل عميق واستوعبوه من اول عرض لكن هتلاقي عمل زي كده عايش لانه فيه فيه فكر والفكر ده هنحتاج له في وقت الزواق طبعا طبعا استاذ خالد النبوي ومن نشالل بي يعني النجمة من نشالل بي كانوا عامين مسلسل عظيم وكل صناع المسلسل انا بشكرك شكرا جزيلا لألماني نسرين عوكاشة شكرا جزيلا على وجودك معي عود لديوفي استاذ دعاء حلم استاذ خالد محمود يعني الاعمال الادبية الكبيرة لما بتصنع وتحول لأعمال سينمائية ودرامية ده بيطيل كمان من من أمد وعمر العمل للأدبي وبيوصلوا لناس يمكن ما قريتش واحنا عندنا ناس بتقرأ وناس ما بتقراش وفي النهاية ده بيبقى كمان من احد اهم اهداف الموضوع انه اللي ما بيقراش وصلنا له ثقافة الكاتب اللي احنا عايزينها توصل لكل حتة في المجتمع بالزبط انتي فكرة انه بيبقى في الوجدان زي الاعمال اللي احنا لسا بنتكلم عنها كلها احسن عمد القدوس يوسف ادريس نجيب محفوظ فبالتالي دي كانت خالدة وباقية لان المؤلف ده تراكمي وليه خبرة وباع طويل جدا في فكرة خلق الحالة وخلق الشخصية الدرامية اللي تقدر تعيش فانتي لغاية النهاردة الشخصيات دي محفورة في وجدان عشان فكرة انها صدرة عن منبع قوي فهي دي الفكرة بقى ان ازاي تقدر يتاخدي روايات تقدر ان انت تضفلها كمان من عندك فكرة الخيال والفيجين والصورة المبهرة والجرافيك اللي ما كانش موجود ايامهم بس تعمليه بشكل اوبديت وانا الحقيقة عجبني اوي فكرة مسلسل مثلا الصفارة ان الناس دي لما حبت كتبت ان هو مستوحى عن مسلسل اجنبي او سوريا عن رواية اجنبية كان ممكن زي ما بنشوف حاجات كتيرة جدا ما بيكتبوش فدي لفتة قوية جدا منهم اني احيل الحاجة لمصدرها مش عيب موضوع الفورمات ده يعني دراما كتير في دول كتير بنشوفها ويريد يتم الاشارة لا ده المشكلة بقى ان انت تلاقيه مأخوذ عن رواية اجنبية او مأخوذ عن عمل اجنبي يكتبلك المؤلب ومنتهى الاريحية تأليف معرفش جات منين هذي القوة وهذي القدرة يعني بس الفكرة كلها ان انت عندك مخزوم الروايات انت كل سنة بيصدر من معرض الكتاب كمية روايات رهيبة ما اعتقدش ان في حد بيقراها لو في حد يبقى متخصص في قراية وفلترة الروايات اللي بتحصل دي على قل على سبيل اعرف الشباب الجديدة دول بيفكروا ازاي ايه همهم مش لازم نبص لهم نظرة استعلاقية ان هم خفاف او دمخهم مش لأ احنا ممكن نلاقي منهم كنوز بس ازاي بتعمل عليهم سبوت ازاي تهتمل بمواهب الادبية دي لان هي دي نوايتك هي دي اللي ممكن تاخدها وتعمل منهم حضانة مختلفة تماما وجديدة وابديت اكتر والافكار دي اعتقد استاذ الدعاء واروح بالسؤال هنا الاستاذ خالد بشوفها شوية في الدلوات في موضوع الورش ده يعني بنشوف ورش كتابة كلها شباب صغيرين معرفش حقيقة تتطافق تختلف مع ده ممكن ده شكل حديث للكتابة ما يصلحش لكل انواع الاعمال يعني لكن بنشوف افكار جديدة داخل الورش دي طبعا هم جسين نبض الشارع هي مضوع الورش ده موجود في السنوة العالمية من زمان على فكرة يعني يعني انه الناس بتقعد تفصل الشخصيات وتفصل الافكار وتقعد مع النجم وتطرح معا اشياء كتير لحد ما يوصلوا على يوصلوا على النموذج الايدويل يعني اعتقد انه هم حاسين بيجي لهم اكتر لكن انا عايز اتطرك ليه نقطتين ممكن دعاء ذكرتهم فعلا عندنا جيل من الشباب واعي وعصري وموهوب لكن مش واخد الفرصة او المنتجين مش قادرين يمنحوا الثقاف ان هم ينتجوا له اعماله وافكاره انا بشوفهم في الحقيقة في مهارجانات تبرة بيحاولوا يبحثوا عن سندق دعم كتيرة بشوفهم في كانو برلين وبحس ان هم ممكن يمثلوا الوجه الاخر او الوجه الحديث للسينما المصري اعتقد المنصات بتاريت تنتبه لده الورق ده دلوقتي اتجاهوا على المنصات كويس جدا يعني احنا بس قلنا نتكلم شوية عن بلتو مثلا بلتو المؤلف اول مرة كان معظم البطل اول مرة فالمنصات بتاريت تاخد عاوزين ده يخرج كمان لدور العرض والشاشة السينما عاوزين الجمهور يتعود على افكار جديدة ورقة جديدة وافلام جديدة تدروا الفرصة انه يشوف ويقيم ونشوف هل هؤلاء الجيل الجديد من الشباب قادر يوصل للقاعدة ولا مش قادر انما طول ما انا خايفة تدروا الفرصة ان ينتج افلام صحيح ويقدم ومكتفي بانه متواجد في المهرجانات على استحياء برا طبعا هعرف منين كيف اخل الجيل جديد من المخرجين يعمل علاقة مع الجمهور هنا في دور العرض الحاجة التانية الجيل الجديد من الجمهور جيل زكي ومستوعب التكنيات الجديدة كلها اللي انت اشارت اليها تعالي شوفي وبنهاي مرحقة كان في مصر دخل في 35 مليون ده رقم كبير بالنسبة لفيلم اجنبي صحيح انا دخلت الفيلم ومرتين في قاعة العرض عشان اشوف السورة لقيت كل 90% من اللي عادين في القاعة طلبت جمعة اذا احنا ظلمين الجيل ده انه ما بيروحش وانه في حتة تانية الرقم ده تحقق مع فيلم اللي توم كروز وتحقق مع باربي وبيعمل مقارنات الخطورة هنا ان لازم يلتفت صنوع السينما في مصر الى انه لازم يبقى معاصر لوسائل التكنولوجيا الجديدة في تنفيذ افلامه لانك هيخرج يقارن بين الاجي اكشن هنا وهيقارن بين الجرافك هنا وهيقارن بين الافكار هنا وعلى فكرة اللي عمل رواج للمسلسلين اللي حضرتك قلت عليهم اللي عمل رواج ليهم مش جمهور العائلات ولا الجمهور العادي جمهور الشباب والشباب قطاع عريق جدا والشباب الصغير ده كان لازم الصنوع عندنا يلتفتوا لي ويحطوا نقطة على الحروف احنا لو عملنا الشغل بالطريقة المكتملة ابداعيا وفنيا هنقدر نوصل لحق النجاح والنجاح ده بيساوي فلوس وبيساوي ارادات وبيساوي مكانة اقدر اتواصل وكمل واقدر اصنع افلام اعمل فيلمين للسوق واعمل تلاتة للتاريخ ايه المانع يعني ما هو ما هو ازاي الناس اللي قابلنا صنعوا التاريخ وصنعوا قيمة سينمائية وبالتأكيد العمل لو كان جيد حتى وان كان عمل للتاريخ انا هبقى عايز شوفه برضو حيتشاف جماهيريا حيتشاف طبعا يعني ما بيساعدش ومرضوده مستهر طول الوقت ما يفوتنيش عمل زي ده لازم اروحه ولازم اشوفه فالعمل الجيد عمره ما مش هينجح يعني لا طبعا لا باشكر حضراتكم شكرا جزيلا حقيقة حقيقة يعني حديث ممتع جدا شكرا جزيلا أستاذ خارد محمود أناخد الفني أستاذ دعاء حلم النقيدة الفنية شكرا جزيلا على وجودكم معنا ودايما الحديث الفني حديث قريب من الروح وقريب من القلب والناس كلها بتستمتع به فشكرا على الختام الجميل ده شكرا جزيلا يعني شرفتونا ونورتونا النهاردة شكرا جزيلا لك كده مشاهدين وصلنا لآخر حلقتنا دايما نشوفكم على القلب شكرا جزيلا